الفرق بين حرب فكرية ومواجهة فكرية هل فيهم فروق ولا خطوط تماث؟ اعتقد خطوط تماث انا زيك برضو ما مش من هوات المصطلح الحروب ده واعتقد انه يعني ده اسوأ انجاز اكتشاف يعني عمله الانسان في تاريخه يعني فكرة انه ياخد حقوقه اه بالحروب او حتى انه يعتدي على الحقوق الاخرين يعني. وانا اعمل داما للمصطلح المواجهة او الصراع يعني الصراع ده ممكن ده رغي اقل شوية من الحروب يعني اه واعتقد زي ما انت كنت بتقول في المقدمة يعني وخالص تعزينا طبعا لكل اسر الشهداء ومصابين اه انه مواجهة الارهاب او التطرف اه مستحيل انها كتبضل طول اللي بقت بالرصاص يعني طول بالعكس يمكن ان مواجهة المفروض اللي يكون دايما خطوة قبل سابقة قبل الرصاص هي مواجهة الافكار ومواجهة التنظيمات ومواجهة واختراقهم من الداخل وتفكيكهم وازهارهم للناس على حقيقتهم مش مجرد ان هما اه اشخاص اشرارتوا للوقت ولا يمكن مقاومتهم ولا يمكن انتصار عليهم يعني اه فانا معاي دايما في مسألة ان مواجهة الافكار اه ربما لا تقل اهمية وربما تكون لها اولوية حتى قبل اطلاق الرصاص تفتكر انه اه لو برضو لو صح مصطلح ما بحبش كلمة النخبة المثقفة المصرية او حتى النخبة المثقفة العربية بس تفتكر انه قاني الاوان قاني الاوان للكتاب والمؤلفين للمثقفين العرب بشكل عام ومش عاوز يبقى مجرد جهد مصري فقط مصر تفضل في الطالعة طول الوقت بس ان الاوان الى انه نعرف المجتمعات العربية بالمعنى الحقيقي لمسألة التطرف الفكري لمسألة الارهاب المسلح اسسه جزوره فلسفاته منطقه ان الاوان ولا احنا بنبدأ متأخر ولا ايه الحكاية لا هو طبعا احنا اعتقد كمان يعني بتلوه الروح وغيره من عملة ناولة مسألة التطرف او الارهاب وكده هي برضو يعني ما خلقتش من عدم يعني خلقت ان محاولات الكتابة عن الارهاب من سنين اه عربيا ومصريا احنا لنا في الاستاذ وحيد حمد يعني رحمه الله طبعا يعني عزق يعني قدوة كبيرة في هذا الشأن يعني لانه كمي واجهها كمان في زروتها وفي وفي ظل امكانيات حتى يمكن فنية اه بتكلم يعني على الانتاج وعلى التصوير وعلى الخدعة وما اقل ذلك ما كانتش بالقوة دلوقتي المتاحة يعني لينا او للشغالين في الوسط دلوقتي يعني اه هي بس طول الوقت المسألة الموجة المواجهة التطرف او فتحه دراميا او فكريا اه اعتقد مشكلتها دايما بتبقى ازاي تروح بيها للمساحة جماهرية ازاي المسلسل الناس تشوفه ازاي كتاب الناس تقراه ازاي البرنامج الراديو اللي بتكلم عن الارهاب يصل للناس بجد يعني بيبقى في مجموعة عناصر بقى بتساعد على ده اعتقد انه الاطراف اللي بيقوموا بالهذه العملية هم يبقوا عايين ان احنا عايزين يروح للجمهور العام مش راحين للجمهور المتخصص لان الجمهور المتخصص مع كامل التقدير واهميته يعني واهميته دايما طول الوقت هيفضل متخصص وهيفضل اه منتاجه مواجه لطبقة معينة يعني لكن الخطر دايما في القواعد مش في الفوق اه وجزء تاني اللي هو علاقة بمسألة اه ازاي احنا بنقدم ده ازاي نقدموا طريقة جزابة ازاي نقدموا الطريقة الناس تبقى فيها تشويق فيها متابعة فيها اهتمام وكمان في عنصر اعتقد وهو ده اللي بيحصل دلوقتي يمكن في مصر وكتير من الدول العربية ان طبيعة يبقى فيه يعني تغير ما المجتمع بيحصل اه درجة وعي ما اه بتكون اه المجتمع يكون فيه مساحة ما اه مش من الحريات بس من القدرة على التجريب من القدرة على ان احنا نقول حاجة اه بطريقة اه جزابة وطريقة زكية هي مجموعة عناصر كده احيانا بتتوفر فيبقى فيه منتج كويس واحيانا لا تتوفر اه بتوفى فيه عنصرين ثلاثة بس لو نتبقاش بالنتيجة اللي احنا عايزينها قوي يعني